موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها موسيقى قد تدحرج السريع للبنان نحو الانهيار يقلق اسرائيل دخول على خط الأزمة من بوابة النفاق والتضليل والتحريط موسيقى تل أبيب تحط حلفاءه الإقليمين والغربيين على الكف عن مساعدة لبنان وعدم تحويل العملات الصعبة إليه وتدعي الرغبة في المساعدة موسيقى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة تأهب واستنفار هل تل أبيب في موقع المشجع للأزمة والقلقي من تبعاتها موسيقى موسيقى مرحبا بكم انحدار لبنان نحو الغرق في أزماته اقتصاديا وسياسيا محل متابعة واهتمام في إسرائيل القلق في تل أبيب من مجريات أحداثه يتعاضم المؤسسة الأمنية والسياسية في حالة تأهب واستنفار وسط تحذيرات من أن انفجار الوضع قد يقرب المواجهة مع إسرائيل فماذا في خلفيات هذه الهواجس وبواعثها؟ هل هو قلق على لبنان أم خشية منه؟ أليست تل أبيب شريكة حلفائها الإقليميين والغربيين في زيادة الضغط على بيروت وعرقلة سككي الحلول؟ أليست هي التي تدعوهم إلى عدم تحويل العملات الصعبة إليه؟ هل يمكن لحملات التبضيل الإسرائيلية والنفاق السياسي المكشوف أن ينطليا على عاقل؟ تل أبيب تستثمر في الأزمة اللبنانية من زاوية التحريض على المقاومة وتحميلها المسئولية هي مرتاحة لمشهدي انكسار بلد عجزت عن كسر مقاومته فهل هي في موقع المرحب بأزماته والقلق من تداعياتها في آن واحد؟ هل تخشى من أن تسد المقاومة الفراغة الاقتصادية والمعيشية؟ كما كانت وليدة الحاجة لمواجهة الاحتلال حين غابت الدولة في القرار السياسي أو عجزت في الدفاع؟ هل هو قلق من تغيير لبنان لوجهته والتوجه نحو الشرق المستعد لإنقاذه؟ لكنه بانتظار قراره إذن هذه عنوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا معنا هنا في الستوديو الخبير بشؤون الإسرائيلية سيد علي حيدر معنا من حيفا بأرضنا المحتلة عام 1948 رئيس معهد إيميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية سيد عصام مخول من العاصمة الأمريكية واشنطن ينضم إلينا الباحث في شؤون السياسية والاستراتيجية السيد ريتشارد ويدز مرحبا بكم ضيوفنا شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها نبدأ بهذا التقرير ترى إسرائيل في الأزمة اللبنانية المتفاقمة فرصة وتهديدا فرصة لتحقيق أهداف عجزت عن تحقيقها بالوسائل العسكرية وتهديد يدفعها إلى التعبير عن قلقها المتزايد من أن انهيار لبنان سيقرب المواجهة معه الانشغال بتطورات الأزمة اللبنانية يبقى حاضرا في سلم الأولويات الإسرائيلي على المستويات كافة انشغال ينصب على قراءة التهديدات والفرص التي تتيحها الأزمة اللبنانية بشقيها السياسي والاقتصادي فضلا عن نتائجها وانعكاستها على إسرائيل وفي ذروة حراك ونقاش عام حول أبواب الفرص والتهديدات التي تثيرها الأزمة اللبنانية يكشف معلقون أن الانهيار الاقتصادي في لبنان والفراغ الحكومي يدخلان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة استنفار الأمر الذي يترافق مع تحذيرات أمنية من أن انفجار الوضع قد يقرب إسرائيل من المواجهة مع لبنان وفي أول موقف علني لرئيس الحكومة الإسرائيلي نفت لبنت في جلسة الحكومة الإسبوعية أكد أن إسرائيل تتابع الوضع في لبنان عن كثب وأن القيادة السياسية والأمنية دائما في حالة تأهب ومقابل إبراز إمكانيات التهديد والقلق الذين تنطوي عليهما الأزمة اللبنانية فإن ثمت في إسرائيل من يرى فيها فرصة لتحقيق معجزة إسرائيل عن تحقيقه في الحروب والاعتداءات ضد لبنان ومن أبرزها بحسب المعلقين إبعاد حزب الله عن مكانته المركزية في لبنان وضرب شعبيته وفيما يعاني الشعب اللبناني من وطأة الأزمة يعلق البعض في إسرائيل أمالا بفتح صفحة جديدة مع لبنان وفي هذا السياق يضع مراقبون ما أسموه بعرض وزير الأمن بني جانس تقديم المساعدة للبنان وهي مبادرة برأيهم لا تعد كونها نفاقا سياسيا لأن إسرائيل تطلب من أصدقائها في الغرف المغلقة عدم تحويل العمولات الصعبة إلى لبنان بزعم أن حزب الله يواصل إقامة مصانع صواريخ دقيقة في لبنان وفيما تسعى القيادة الإسرائيلية للاستثمار في الأزمة بغطاء عروض المساعدات الإنسانية ثم تم نوصي بأن على إسرائيل أن تصغى استراتيجية خاصة بها تجاه لبنان وأن تقدم مساعدة إنسانية عبر تجنيد جهة وسيطة تفحص بحسسية ما إذا كان هناك جدوى من المساعدة جد الترحيب بضيوفنا وأبدأ معك سيد علي حيدر بالتأكيد إسرائيل لا تقلق على لبنان نريد أن نفكك ماهية حقيقة ما تقدمه إسرائيل تحت عنوان القلق على لبنان انطلاقا من مشهد الاقتصادي وتداعيات على المستوى الاجتماعي بسم الله الرحمن الرحيم كما أشرت أو كما بدأت أن إسرائيل لا تقلق على لبنان وهي منذ أيام وأسابيع وأشهر وكبار المسؤولين فيها رئيس أركان الجيش إلى وزير الحرب إلى مسؤولين سياسيين يهددون بتدمير المدن والقرى والمنشأة صحية يعني من يقلق لا يهدد بهذه التهديدات ولكن عندما يتحدثون عن قلق يعني يتحدثون عن تداعيات خطيرة على الأمن القوم الإسرائيلي وبالتالي ما نريد أن نحاول أن نتلمسه أو نضع الأصبع عليه هو لماذا هذا الانهيار يقلق إسرائيل وكيف يؤثر على تهديدات على الأمن القوم الإسرائيلي أو كيف تستفيد منه أو كيف تستفيد منه بما أننا نتحدث عن القلق يعني نتحدث عن التهديد بالأساس الواقع الذي يعيشه لبنان إسرائيل سعت وتسعى وتراهن عليه باعتباره يشكل فرصة استراتيجية تاريخية لتحقيق ما كانت تطمح إليه على الساحة اللبنانية من خلال الجبهة الداخلية ولا أريد أن أدخل في السياق التاريخي ولكن هذا مر بمراحل يعني ليست المرة الأولى التي تراهن فيها إسرائيل لكبح المقاومة ولتقييدها بل للقضاء عليها من الجبهة الداخلية اللبنانية ولكن مر ذلك بمراحل إلا أنه في الفترة الأخيرة استبعت استراتيجية دفع لبنان إلى الانهيار طبعا عندما نتحدث الدفع الخارجي لا نبرئ الداخل ولا نعفي يعني عوامل الداخلية هناك طبقة فساد هناك فساد داخلي بنسبة كبيرة جدا رعاه الخارج رعاه الولايات المتحدة وغيرها من الدول الإقليمية والدولية أيضا ودفعت به نحو الانهيار بدليل أنها تمنعه من محاولة معالجته عبر البوابة الشرقية ولكن بما أنها راهنت على الاستفادة من هذا المسار وكانت تعتبر بأن من طلق من دينامية داخلية اقتصادية وسياسية وما إلى ذلك يمكن أن يحقق طموحها وهذا ما نلحظه بالخطاب السياسي الإعلامي الإسرائيلي منذ نهاية العام 2019 إلى الآن ولكن في محطة من المحطات هم لديهم تجارب مع حزب الله أنه في كثير من المحطات التي كانت تلوح كأنها فرصة لإسرائيل كانت تنقلب المعادلة وتتحول إلى تهديد أعطي مثال بسيط جدا عندما تم إخراج الجيش السوري في لبنان بالعام 2005 أو خرج الجيش السوري من لبنان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي هيئة الأمن القومي هو الذي كان في خلال فترة سدول القرار خمس ساعة ساوة خمسين بعد عدة سنة اثنين ثلاثة قال هل أخطأت إسرائيل بإخراج الجيش السوري من لبنان كنتم تسعى لإخراج الجيش السوري من لبنان وكان لديهم أهداف أن يؤضع المقاومة ولكن تحولت تهديد إلى فرصة وتحولت الفرصة إلى تهديد أيضا الحدث السوري وهناك الكثير من الأحداث في الداخل اللبناني في الساحة اللبنانية الداخلية ما بدأ كأنه كفرصة وما زالوا يعملون عليه ويحاولون أن يستثمرونه وربما نتحدث في الحلقة عن ذلك بدأوا يخشون من أن يتحول إلى مصدر تهديد كيف؟ هناك عدة سيناريوهات هل يتحول الانهيار بمعنى ينشئ فراغا سلطويا واقتصاديا تملئه إيران وروسيا والصين ممتاز هل يتحول هذا الفراغ إلى مصدر لتهديد أمني لإسرائيل هل هناك من سيلقي بكرة النار على إسرائيل إذا حاولت أن تمنع لبنان من الاستعانة بالشرق ومن الاستعانة بالنفط ومن الاستعانة بالغاز وبالتالي ينقل كرة النار على إسرائيل هذه سيناريوهات موجودة من ضمنها أيضا في الحسابات فيما يقدمه أيضا الإعلام الإسرائيلي بأن حزب الله يبدو المحصن الأكثر في حال تداعت الأمور بشكل انهيار في لبنان وبالتالي يكون مستفيد أو حتى في خط مواجهة مع إسرائيل بطريقة مختلفة ربما سنناقش هذه السيناريوهات بكل الأحوال لكن وننتقل إليك سيد عسام مخول حتى نفهم الجانب الإسرائيلي هل هناك بواعث طلق حقيقية رصد جانب منها السيد علي حيدر هنا بمعنى التهديدات والمقاربات طالما لبنان يشكل خطر وجودي أيضا على إسرائيل انطلاقا من حضور المقاومة أم أنه أيضا في الحسابات هذا القلق في الظاهر في داخله ما يمكن استثماره ليكون مفاتيح للاستفادة لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة وبالتالي كيف؟ مساء الخير أنا أعتقد أولا أن القلق الإسرائيلي الأساسي أنها لا تنجح حتى الآن في قراءة ماذا ستنتج هذه الأزمة لو تعمقات ماذا لا تستطيع لا تعرف إسرائيل أن تقرأ إلى أين سيقود انهيار اقتصادي في لبنان وفراغ حكومي هل هذا سيصب في صالح إسرائيل أم سيصب في غير صالحه وأنا أعتقد أن هذا التخبط هو تخبط حقيقي في داخل إسرائيل وأن غالبية المحللين الاستراتيجيين ذوي الوزن يرون بأن مجموعة العوامل التي قد تنتج عن الأزمة اللبنانية أو عن انهيار اقتصادي تام في لبنان صحيح أنها كانت تريد أن تنفجر في وجه المقاومة ولكنها يمكن أن تنفجر في وجه الجميع ولكنها قد لا تنال من المقاومة وأن حزب الله قد يخرج من هذه الأزمة القوة الوحيدة التي تحافظ على نفسها عسكريا وربما اقتصاديا أيضا وسياسيا أنا أعتقد أن إسرائيل لا تعرف بعد كيف تقرأ نتائج الانهيار هي أرادت أن تعمق الأزمة اللبنانية من أجل أن تبتز أن تخنق لبنان اقتصاديا من أجل أن تبتزه سياسيا وستراتيجيا وأنا أعتقد أنها تشعر الآن أنها ذهبت أبعد مما أرادت في هذا الموضوع أو وصلت الأمور إلى أبعد مما كانت تتمنى إسرائيل ولذلك هي موجودة في وضع حقيقي من الحيرة في هذا الموضوع أنا أريد أن أشير ولكن فقط في البداية في تقدير الأزمة ما يحدث في لبنان هو من تدهور الآن هو ليس مشروعا لبنانيا وهو ليس مشروعا إسرائيليا فقط هو أكبر من إسرائيل هذا المشروع هذا مشروع إمبريالي عالمي هذا مشروع تقوم من ورائه دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي في موقفها من الشرق الأوسط ككل وأنا أعتقد أن الانهيار لبنان لن يكون انهيارا للاقتصاد اللبناني فقط وإنما لكل المشاريع التي كانت تستهدف لبنان وكانت تبني سيناريوهاتها على أساس ما كانت تتوقعه وربما لم تتوقع ما قد يحدث في ظل انهيار حقيقي للاقتصاد في لبنان وفراغ حكومي لا يعرفوا كيف تكون غقبه في هذا المعنى نعم بكل أحوال سأوسع نقطة عملية محاولة أن تكون هذه الأزمة فيها بوابات للدخول لأنه طرح تحت عنوان إنساني والمساعدات ما قاله غينتس يعيدنا ربما لما استخدمته إسرائيل سابقا تحت عنوان الجدار الطيب والدخول بالعناوين الإنسانية سأعود لهذه النقطة لكنك ذكرت الوقت المتحدة الأمريكية سيد مخول اسمح لي هنا أن أسأل السيد ويدز عن القراءة الأمريكية السياسة الأمريكية تجاه لبنان هي ترجمة عملية يمكن القول لمصالح إسرائيل في الساحة اللبنانية وانطلاقا من ذلك فيما تطرح إسرائيل تحت عنوان القلق أو الاستفادة أي موقع للهات المتحدة الأمريكية ليس من الواضح بعد ما هو موقف إدارة بايدن فطبعا لبنان ليس ضمن أولويات هذه الإدارة فهي تركز عالميا على آسيا على صين تحديدا وهي أيضا تعمل مع الدول الأوروبية لمواجهة روسيا وحتى في الشرق الأوسط كانت تركيزها على التفاوض مع إيران حول صفقة نووية وأيضا حول المسائل الإنسانية في اليمن وإدارة الوضع في العراق وأيضا تركز على الحالة في أفغانستان وما من إشارة واضحة حول ما تريد فعله حيال لبنان طبعا هناك قلق حول الوضع الإنساني وسياسي ولكن حتى الآن ما من تصريح أو موقف واضح حول لبنان هذه النقطة تحديدا أنا لذلك سألتك انطلاقا مما تقدمه إسرائيل على أنه قلق من تداعيات قد تكون إلى الانهيار الواقع الاقتصادي في لبنان ترصد سيناريوهات التي قد تطالها والعنوان الأمني واحدة منها أو عملية الاستفادة طالما يراد لبنان في مكان ما أن يكون في محور الغرب في مقابل محور المقاومة إسرائيل هي بشكل أو بآخر تقدم الولايات المتحدة الأمريكية التزاما بحفظ أمنها انطلاقا من هذه المعطيات كيف يمكن برأيك أن تكون المقاربة الأمريكية من بواعث القلق هذه التي تقدمها إسرائيل أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا ترى إلا تحديات وحالة سلبية فطبعا هو اقتصاد سائر نحو الانهيار وهذا يؤدي طبعا إلى محاولات لتهريب الأسلحة وستكون هناك حالات في التجارة بالبشر والمتاجرة بالمخدرات وإسرائيل والولايات المتحدة كانت هناك مشاريع تريد أن تعمل فيها في لبنان وما عدت مطروحة الآن كل الحالة تعتبر سلبية وإنما التحدي هنا كان المجتمع الدولي قد ضغط مطالبا بإصلاحات اقتصادية لتخطي الوضع السياسي وإنما لم يحدث شيء من كل هذا حتى بعد الانفجار في مرفأ بيروت العام الفائت إذن أنا أرى أن ما من سبيل سهل لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو لأي جهة أخرى لمساعدة لبنان لتعافي من أزمته الحالية قريب ذلك سيد علي حيدر كيف يمكن لإسرائيل أن تحول هذه الأزمة إلى فرصة هناك الكثير من الأقلام تكتب في إسرائيل واحدة منها أورونا مزراحي الباحثة في بركز أبحاث الأمن القومي تتحدث بأنه يجب على إسرائيل سياغة سياستها حيال لبنان ودعم مصلحتين مصلحة الأمنية في مواجهة تحديد حزب الله كما قالت والمصلحة فيجار مستقر ومؤيد للغرب على حدودها الشمالية كما أيضا وصفتها بالنسبة للطرحة التي تحدثت عنه مزراحي هذا ليس جديدا في الأساس هو الأصل النظرية الإسرائيلية منذ أن تأسس الكيان الإسرائيلي عام 48 كانت النظرة إلى لبنان أنه من مصلحة إسرائيل أن يكون لبنان دولة حليفة لإسرائيل وللغرب وجزء من محور على مستوى المنطقة بواجهة للدول العربية إضافة إلى ذلك أيضا كمان فيما يتعلق بدعم أطراف في لبنان على حساب أطراف وقدم مناطق من لبنان وهذا ذكر في مذكرات بين جوريون ومشيشاريات ومشيديانهم إلى ذلك ومحطة الذروة فيه كانت إشتيح 82 على أساس كانت الثمرة يعني ما مهدوا له كانت على أساس أن تكون إشتيح 82 هو الثمرة ولكن حصل ما حصل أما الآن فيما يتعلق بالفرص والتي تتعلق بطرح مزراحي هناك فرص تبدد الرهان عليها وهناك فرص ما زال يتم العمل عليها الفرص التي تبددت نسبيا هو محاولة تحريض بيئة المقاومة على المقاومة نحن نتذكر أول من طلق الحراك الداخلي في لبنان بغض النظر عن مطلبه عن أحقيته في شعاراته ومطالبه وما إلى ذلك ولكن تم حرفه وتوجيهه بالتجاهات معينة على أمل أن يتم سلب المقاومة جمهورها وبيئتها بعدما عجزوا عن سلبها سلاحها ولكن هذا الرهان تبدد كما ظهر حتى الآن ولكنهم ما زالوا يحاولون أما محاولة الدفع نحو الإنهيار الكامل هم يستفيدون أو يحاولون أن يحققوا عدة نقاط أولا إضعاف المقاومة من خلال طوريتها بالداخل اللبناني على حساب التصدي للتهديد الإسرائيلي وعلى حساب انتمائها ودورها الإقليمي وعلى حساب دورها في مواجهة فيما يتعلق بفلسطين ثانيا أيضا في محاولة تقييد المقاومة انطلاقا نحن نعلم بأن جزء من المخططات الإسرائيلية التي لا يخفونها ويتكلمون عنها أن الإسرائيلي دائما في حالة توثب لتوجيه ضربات مدروسة محددة ضد أهداف استراتيجية في لبنان كما يحصل في معركة بين الحروب بما يتعلق بسوريا القلق الإسرائيلي هو من رد حزب الله ومن رد الذي سيتدحرج الرهان الإسرائيلي هل الوضع الداخلي يشكل قيدا يفترض بحسابات أولية أن تفاقم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أن يقيد حزب الله ولكن يبدو امتناعهم حتى الآن لا زال هناك أصوات عاقلة في إسرائيل ترجح بأنه في ظل هذا الواقع حزب الله سيرد بما يتناسب وربما فوق ما يتخيلونه لذلك كان يمكن القول بأن حتى ما لا يتحدثون عنه الآن هو يدرس في أروقة معينة أيضا هناك محاولة الإنتاج والعمل على إنتاج بيئة معادية للمقاومة وفتح الخطوط معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على أمل أن إحداث بما أنهم لم ينجحوا في القضاء على المقاومة وتقييدها إيجاد نوع من الشرخ الواسع جدا في محاولة لإحداث نوع من التوازن ويحضر في هذا الصياق طبعا أنا أقول ماذا يفكرون به وليس بالضرورة الواقع ما سأقوله الآن عندما يتحدثون عن أنه من الضروري دعم الجيش اللبناني هذا مخالف لكل الأدبيات الإسرائيلية في السابق أمير برعام قائد المنطقة الشمالية لديه مقال في مجلة معرفات الجيش الإسرائيلي بني آذار أو نيسان لألفين وتسطاعش يتحدث عن خطورة العلاقة القائمة بين الجيش والمقاومة وبالتالي يجب تفكيكها الآن هناك نوع من التغير لماذا؟ لأنهم يعتبرون أنه في حال تشكل هذا الفراغ سيملأه حزب الله وبالتالي سيتم إزاحة هذا الخطر أو هذه أو ما يراهنون عليه في الداخل اللبناني من هنا فيما يتعلق بالتخبط والغموض لديهم أنا أقول وأكد على ذلك وأضيف أنه مع كل فشل مع كل فشل لخيارات ورهانات عادة ينتج التخبط عادة ينتج القلق عادة ينتج تتعدد التقديرات ويمكن إجمال المشهد الإسرائيلي فيما يتعلق بالساحة اللبنانية الآن أن هناك تضارب أو تنازع بين رؤيتين هناك رؤية كانت تطالب بأن يتم التعامل مع لبنان ككتلة واحدة لبنان والمقاومة كتلة واحدة وبالمناسبة كانوا يقولون أصحاب هذه النظرية كانوا يقولون لبنان يوجد فيه أشرار وأخيار الأشرار هم المقاومة أما الأخيار هم أخيار ولكنهم لا يفيدون بشيء لماذا نراعيهم؟ أما الآن تحاول مزراحي بهذا الطرق ويبدو أنها تعكس جزء من التفكير الجديد في الساحة الإسرائيلية وعكسه جانتس بكلامه أنه لا ينبغي التعامل الفصل بين الدولة وبين السلطة وبين المقاومة ونحاول أن نبني على ذلك ونستثمر في هذا الاتجاه وحتى موضوع الجيش فيما نقلته معريف أنه تؤيد إسرائيل فيما طرحه الإعلام الإسرائيلي مساعدة إنسانية للجيش اللبناني الجائع كما وصفوا لكنها تطلب عدم تزويده بوسائل قتالية إضافية يمكن أن توجه نحونا هذه نقطة جديدة بين أن توسع بها ولكن أيضا في سياق ما كنت تتحدث أيضا ضيفين هذه قراءة في مباعث القلق الإسرائيلي ليس فقط من ترسانة المقاومة بل أيضا من احتمالات توجه لبنان شرقا تقول إسرائيل إنها قلقة على لبنان والحقيقة أنها قلقة على نفسها أولا وأخيرا فالانهيار الذي يعيشه لبنان من جراء حرب الدولار الأمريكي ومظاهر تجويع الشعب وإذلاله تساهم فيه إسرائيل على نحو كبير بالمباشر وغير المباشر لكنها تريده انهيارا يخدمها أولا وأخيرا أيضا فالانهيار الذي ينجم عنه فراغ يتيح لحزب الله ملأه لا يناسبها بطبيعة الحال لا يناسبها أن يملأ الحزب الفراغ لا بسواعده ولا في الاقتصاد والمال وغيرهما ولا بخياراته أيضا فالاتجاه شرقا بات يقض المطجع الإسرائيلي اتجاه تدعمه المقاومة وهذا كاف ليرعب إسرائيل توازن الردع على الحدود مع فلسطين المحتلة لا تحلم إسرائيل بتخطيه لكنها تعيش مع كوابيس مواجهة المقاومة للأزمة كلما دعمت المقاومة جمهورها وأوسع من جمهورها في الغذاء والدواء والفيول والكهرباء والماء وغيرها سقطت إسرائيل في هواجسها تطلط خلف واشنطن ولكن ماذا لو كانت موسكو تتحضر لتكون عراب لبنان المقبل في مشهد مختلف من نحو خمسين سنة ماذا لو سلكت مشاريع الروس مسار التنفيذ في البنى التحتية وبناء محطات لتوليد الطاقة وتأهيل مصفاتين نفط ماذا لو أبصرت النور مشاريع الصين المقترحة للبنان والبالغة قيمتها نحو 12 مليار دولار في هذه الحالة لا تملك إسرائيل خيارا سوى التحريض ضد الاتجاه شرقا أولا والطلب من أمريكا ثانيا دعم الجيش اللبناني لمنع حصول فراغ أمني والدعم هنا كما يقال لسد رمق العيش ومنع الانهيار الكلي فلا يمكن إغفال أن إسرائيل نفسها هي التي تمنع تسليح الجيش اللبناني خدمة لمصالحها ها هي المقاومة تقوى في ترسنتها العسكرية وفي تحولها إلى درع حامية للبنانيين من تبعات الحرب الناعمة ضدهم وضع مقلق لإسرائيل ولكل من يقف خلفها نقاط عديدة مهمة جاءت في تقرير زميلة جراسيا بيطار في جوهرها أعود مجددا إليك سيد عصام مخول للحديث عن جانب محاولة الاستفادة في إسرائيل في قناعة بأن حزب الله المقاومة اللبنانية هي العامل الأقوى أمنيا وعسكريا وعلى مستوى أيضا في مكان ما بالحضور السياسي أو حتى الاجتماعي وذلك أيضا باتجاه الخيارات اقتصاديا لكن في تقديم طرح بأنه ليس كل اللبنانيين نتحدث هنا بأنهم حزب الله وبالتالي في محاولة لاستعادة ما كانت تأمل إسرائيل فيه وصل وشائش تحت عنوان إنساني هل هذا موضوع أيضا اليوم بالنظر لواقع الاقتصادي اللبناني أنه قابل للتطبيق علما أنه كخافي يعني قبل أو بعد كلام بالأثناء بكلام مغانت كان في افتتاح لنصب تذكاري يعني لما يسميهم ضحايا يعني جيش اللبنان الجنوبي وكان في كلام بأنه حضينا بهم وما إلى ذلك هذا له دلالة أيضا في توقيت محاولة الاستثمار في الواقع الاقتصادي اللبناني أنا أعتقد أن كل المحاولات هذه إسرائيليا هي يعني حتى تفهم إسرائيليا على أنها محاولات سخيفة وليس جدية في نهاية المطاف إسرائيل في طابع علاقتها التاريخية مع لبنان كانت تريد أن تحافظ على حكم مركزي ضعيف في لبنان من أجل أن يتيح لإسرائيل الفرصة للتدخل متى شاءت في الشأن اللبناني إن كان مع المقاومة الفلسطينية حتى العام 1982 وإن كان مع المقاومة اللبنانية بعد العام 1982 وما إلا ذلك في تقدير إسرائيل أرادت وحتفظت وهذه استراتيجيتها أن يكون الحكم المركزي في لبنان ضعيفا ليكون هناك فرصة لديها للتدخل في لبنان ما حدث الآن أن لبنان وصل إلى نقطة من الضعف وتهديد بالانهيار قد تجد إسرائيل في أعقابها نفسها أمام المقاومة اللبنانية وحدها أمام حزب الله كقوة أساسية عسكرية وسياسية وحتى اقتصاديا هذا ما تراه إسرائيل اليوم ولذلك عندما تتحدى عندما خرج جانس ليتحدث عن استعداده لمساعدة لبنان والجيش اللبناني وما إلى ذلك بشكل مهين في عروض مهينة في إسرائيل تحدثوا عن أن هذه الدعوة أو هذه المبادرة تأتي لمحاولة سد الطريق أمام فتح أفق تجاه الصين أو تجاه روسيا وما إلى ذلك وأنا أعتقد أن الخيار الحقيقي هو ليس في العودة إلى ما كان عليه لبنان حتى الآن الخيار الحقيقي تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للفكاك من النظام الطائفي من النظام من التقسيمة الطائفية التي أوصلت لبنان إلى هذه الأزمة وكان من الطبيعي أن توصل لبنان إلى هذه الأزمة المخرج لن يكون في العودة إلى الوراء المخرج يجب أن يكون في انطلاقة جديدة تكسر العلاقة أو الرتابة في العلاقة السياسية التي أثبتت أنها توصل إلى الكارثة في لبنان والانتقال إلى مرحلة جديدة وعلاقات دولية جديدة العالم لم يعد عالم قطب واحد يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية ليس في لبنان وليس فلسطينيا وليس في أي مكان في العالم في تقدير حضور الصين وحضور روسيا وحضور دول إضافية وقوى مركزية إقليمية كإيران وغيرها يخلق واقعا جديدا على إسرائيل أن تعترف بهذا الواقع المخرج الوحيد وليس بالحديث أنه أخلاقيا نحن لسنا راضين في أمريكا وفي إسرائيل عما يحدث في لبنان المخرج الحقيقي ارفعوا أيديكم عن لبنان حان الوقت لم يعد بالإمكان أن تواصلوا هذه السياسة التي تخنق لبنان لابتزازه ولذلك الكرة يجب أن تدحرج إلى الملعب الآخر وهو ليس فقط الملعب الإسرائيلي هو الملعب الأمريكي والفرنسي وكل الذين لعبوا دورا في الحصار الاقتصادي على لبنان الآن هذه نقطة حيلة إليك سيد ويتس بمعنى أيضا بما قاله السيد علي حيدر هون بأن استراتيجية دفع لبنان إلى الانهيار هي استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي محاولة الحصول على مكاسب استراتيجية من لبنان عبر دفعه إلى أزمة اقتصادية خانقة هذا غير صحيح في رأيي فلو كانت الولايات المتحدة تريد أن تتدخل وأن تسحب لبنان إلى محورها لكانت فعلت ذلك العمل فائت عند حصول الانفجار حتى قبل ذلك ولكن المسألة اللبنانية القضية اللبنانية ليست محل أولوية لدى الإدارة الأمريكية ولا أرى أي استراتيجية لدى أمريكا سوى تقليص الضرر الناتج عن هذا الانهيار نحن رأينا جهودا في الكونغرس عبر السنوات الفائتة لتقديم المساعدة العسكرية للبنان للجيش اللبناني ولكنها لم تحصل أنا لا أرى أن الولايات المتحدة تحاول أن تستغل الأزمة أو أن تتسبب بها فهذا خبر سيء يعتبر بالنسبة لإدارة تحاول أن تركز على مناطق أخرى من العالم ولا تريد أن تنجر للتعامل مع الأزمة في لبنان فنحن نتعامل مع الأزمة في سوريا وفي إسرائيل لدينا العديد من التحديات أيضا إذن أنا لا أعتقد أن هذه الفكرة مقبولة الأمر سيد ويتس وأنا أبقى معك في سؤال متابعة بمعنى هناك مشروع غربي يراد أن يكون مهيمنا على المنطقة ضمن صراع لمحورين العنوان الأساسي التي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية مفهوم الرئاسمالية والليبرالية والنيوليبرالية وما إلى ذلك 2006 ونحن في ذكرى العدوان على لبنان وانتصار المقاومة فيه كان مرحلة التي عبرت عنها كونداليزا رايس بأنه منطقة الشرق الأوسط الكبير لبنان كان سيكون عنوان لانطلاق ذلك المحطة وبالتالي هذه واحدة من النقاط لإمرار هذا المشروع بني جانس يتحدث عن مساعدات وبنفس الوقت ما تسربه وسائل الإعلام والأقلام الإسرائيلية بأنه كان هناك طلب بمنع إيصال أو دعم لبنان بأي دولار واحد وبالتالي مطلب أساسي لإمرار هذه الاستراتيجية أن تغلق كل منافذ الحلول التي إلى الآن بيد الغرب عن لبنان لذلك هو في صميم الاستراتيجية طالما الأمن الإسرائيلي هو عنوان أولاً العديد من المسائل التي تمت مناقشتها اليوم لربما حصلت ولكن من خلال أبحاثي قبل هذه الحلقة لم أجد شيء من هذا في الميديا الأمريكية إذن القضية ليست مسألة أولوية بالنسبة إلى أمريكا وهذه فكرة الدفع نحو الأزمة لتصعيب الأزمة لاستغلالها هذه نظرية ربما وضعها أكاديميون ولكن هي لا تدخل في صلب استراتيجية هذه الإدارة الحالية وأنا لا أرى أي شيء يشير إلى أي عمل تقوم به تجاه لبنان سوى تقديم المساعدات الإنسانية وإذا ما صح أي من السيناريوهات التي ذكرتموها فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة إلى أمريكا فهو يؤثر على العلاقة مع إيران لذا أنا لا أقبل أي من هذه الأفكار نعم طبعا تريد خفض تأثير أو سيطرة إيران في لبنان وإنما لبنان ليس مسألة أولوية مسألة أولوية في استراتيجية أمريكية حاليا طيب لم نسأل إن كانت أولوية لكننا نحاول أن نعرف بداعا على هذه الحيثيات الموقع الذي يمكن أن تكون مؤثرة وحامية لإسرائيل العنوان الأساسي الذي تقدمه الإدارات في الواقع المتحدة الأمريكية بأقل من دقيقة تعليق قبل الذهاب للفاصل على هذه النقطة التي قدمها سيد وردك بعيدا عن النظريات الأكاديمية وبعيدا عن الشعارات العامة على مستوى الأداء عندما يكون لدينا مريض بغض النظر عن الأسباب مرضه عندما يوجد من يمنع الدواء عنه ماذا يفعل؟ ألا يساهم في محاولة القضاء عليه ومحاولة ابتزازه؟ من يمنع لبنان عن الاستعانة بالشرق؟ أليس الولايات المتحدة الأمريكية هي تعلن علنا وليس سرا وبالتالي مسألة دور الأمريكي في منع الحلول وفي منع الحلول الجذرية ومنع الحلول بمستوى جوهري جدا كافي للدلالة على الدور الأمريكي تعلن من ثوابت استراتيجيتها حماية الأمن القوم الإسرائيلي والطرفين الأمريكي والإسرائيلي يريان في المقاومة تهديدا للأمن القوم الإسرائيلي وبالتالي من مقتضيات ومتطلبات ومن لوازم هذه الثوابت إضعاف المقاومة كيف؟ بأسليم متعددة من ضمنها الساحة الداخلية لبنانية كل أحوال سنتوسع في الخيارات خصوصا الجانب باتجاه لبنان شرقا وذلك أيضا لا يقلق الوقت المتحدة الأمريكية وإنما أيضا إسرائيل وكم أيضا كان متناول في وسائل الإعلام الإسرائيلية سنقش هذه النقطة وياك سيد علي حيدر سيد عصام مخول سيد ريتشارد ويتس ومشاهدين ولكن سنقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية التفضل ورجاء بالبقاء معنا أهلا بكم الجديد في المسائية من الميادين تتمثل بارقة الأمل للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أن تقيد الأزمة التي يعانيها لبنان حزب الله فإسرائيل بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تخشى من أن لا تكون قادرة على مواجهة المقاومة وعملياتها من لبنان تنقل وسائل الإعلام هذه عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير دعوته جيش الاحتلال إلى تعزيز قدراته لأسباب عديدة من بينها القدرات الفتاكة لدى المقاومة وتعقيدات المواجهة المسلحة في دولة تفرض تنفيذ مناورة برية عميقة فالمقاومة بحسب المؤسسة الأمنية تواصل التسلح بمنظومات دفاع جوي تهدد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي اللبناني والمنطقة وهو ما يقلق إسرائيل المسؤول الأمني كشف عن توجيه رسائل إسرائيلية إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية تدعوهم فيها إلى تعزيز الجيش اللبناني لمنع حدوث فراغ أمني آخر يستفيد منه حزب الله وإيران بسرعة ويحذر المعلقون كذلك من أن عدم قدرة إسرائيل على التدخل مباشرة للمساعدة قد يساهم في تقييد حركتها العسكرية في لبنان إذا ملأت روسيا والصين الفراغ هذه النقطة الأخيرة تحديدا سأحيلها مباشرة إلى ضيفنا بعد تجديد الترحيب بكل ضيوفنا سيد علي حيدر سيد ريترد ويدز وسيد عسام مخول وإياك موضوع روسيا والصين من وجهة نظر إسرائيل فيما قاله ألون بن ديفيد بأن من اليوم إسرائيل مرتدعة أو مرتدعة عن العمل عالنا ضد حزب الله في لبنان نصب ودد روسيا أيضا في هذا البلد يمكن أن يضيق أكثر على خطواتنا بأي معنى؟ يعني واضح أن السياسة الإسرائيلية قامت تاريخيا ولازالت حتى الآن على حرية الحركة العسكرية والسياسية وبكل أشكال والمخابراتية في لبنان وواضح أيضا أن هذه المساحة التي كانت تتحرك فيها إسرائيل حتى الآن قد ضاقت جدا بفعل التطورات وبفعل نموك المقاومة وبفعل تراجع أو تضاؤل الفجوة بين القوة العسكرية الإسرائيلية وبين قوة المقاومة وما إلى ذلك إسرائيل يعني ليست معدومة تنخيلة من حيث القوة العسكرية والتكنولوجيا المتطورة وكل ما إلى ذلك ولكن إسرائيل هي الأضعف في قدرتها على احتمال نتائج المواجهة في هذه الظروف وأنا أعتقد أن إسرائيل عندما تتخيل وضعا جديدا في لبنان لا تستطيع فيه أن تتحرك بحرية فهذا سيقيد حركتها ليس فقط في لبنان لبنان ليس محمية منقطعة عن المحيط إسرائيل تعتدي على سوريا الآن أحيانا من الأجواء اللبنانية أحيانا من السواحل اللبنانية أحيانا من الجولان وما إلى ذلك ولذلك إسرائيل ستفقد ورقة هامة جدا بالنسبة لها استراتيجية إذا حددت حركتها العسكرية في لبنان ما موضوع روسيا هنا حتى تكون عملية التقييد هذه نعم لم أفهم ما موقع روسيا هنا فيما قدمه ألون بن دافد بأن نصب وتد روسي أيضا في هذا البلد يمكن أن يضيق أكثر على خطواتنا طالما إسرائيل مردوعة مقابل أساسا المقاومة نعم يعني هو يتحدث عن حالة تكون مثلا تفرض فيها روسيا مظلة عسكرية وصاروخية وصواريخ مضادة للطائرات في امتدادا من قاعدتها في طلطوث أو في أماكن في حميمين في تقدير أي حضور لقوة كبرى في المنطقة يحد من حركة إسرائيل ويحد من حرياتها وهي ستبني علاقات جديدة ومعادلات جديدة ليست المعادلات التي اعتادت عليها وهذا الجانب هو جانب أساسي أنا أريد أن أشير فقط لو سمحتيلي بقضاء دعامي الآخر إضافي ليس في هذا المجال إسرائيل تتحدث الآن عن خطر انهيار اقتصادي وانعكاسه على فراغ حكم أحيانا في عدد من الدول في المنطقة هي تتحدث عن خطر انهيار اقتصادي في مصر هي تتحدث عن أزمة اقتصادية عميقة في الأردن تخيفها ترعبها هي تتحدث الآن عن أزمة تكاد تصل إلى انهيار الاقتصادي في لبنان إسرائيل تاريخيا وهناك يعني أدبيات واسعة في هذا المجال تخشى من أن تدفع الأزمات الاقتصادية الشعوب التي ترى في إسرائيل تطورا اقتصاديا لأن تخترق الحدود الإسرائيلية ولو من البوابة الاقتصادية ولذلك كان هناك من دعا أرنون سوفير قبل عشرين عاما بإحاطة إسرائيل بالأسوار بالضبط في هذه القضية في قضية الفقر مقابل الغناء الفاحش في إسرائيل أو التكنولوجيا المتطورة وما إلى ذلك ولذلك أنا أقول الأزمة الإسرائيلية مركبة الخطر أو المخاوف الإسرائيلية مركبة جدا في هذا الموضوع سيد ودز موضوع أن نرى حيزا للحضور الروسي الصيني وكذلك تلمح إليه موضوع إيران أيضا في لبنان كيف تقاربه الويات المتحدة الأمريكية علما أيضا فيما يطرح بإسرائيل بأن الويات المتحدة الأمريكية تخطئ في اختراق الدول وتعطي العراق مثالا بمعنى حضرة إيران فيه في مكان يراد له بعد 2003 أن يكون في موقع آخر والأمر كذلك في لبنان بأنها تخطئ والنتيجة سنرى ليس فقط إيران وأنما صين وروسيا كيف تجد ذلك هذه مخاوف فعلية فالولايات المتحدة في إدارتها السابقة وفي ظل الإدارة الحالية هي تركز على هذه المنافسة مع روسيا والصين وإيران وعلى الرغم من تقدم المفاوضات فهي لا تزال تعتبر كمصدر لتهديد أمني في المنطقة إذن فهذه الأزمة الحالية ممكن أن تضر بالأمن الأمريكي في حال فتحت المجال لسيطرة أكبر لإيران ولروسيا والصين على مثلا المؤسسة العسكرية في لبنان ولهذا السبب فهي تحاول أن ترسل المساعدة للجيش الأمريكي رغم أن هذه المساعدات لم يتم الموافقة عليها سياسيا في أمريكا والولايات المتحدة أيضا تضغط على الإسرائيليين للحد من علاقاتها الاقتصادية مع الصين وكلاء البلدين يراقبان بكثير من القلق ما يجري في روسيا ونتيجة التأثير والحضور الروسي فيها وهي تحاول أن تحافظ على علاقتها مع الحكومة اللبنانية ومع المؤسسات الأمنية فيه وتفعل ما بوسعها لمنعها أو تلافي التفاتها نحو الصين أو روسيا وفي حال قامت روسيا بسد الفراغ الاقتصادي في لبنان فهذا لن يكون خبرا سيئا جدا بالنسبة لأمريكا لأن هذا الحل قد لا ينجح في لبنان ولكن هذا من الناحية الاقتصادية أما من الناحية العسكرية فهذا أمر يثير قلق أمريكا إلى حد كبير قد تبدو العوامل الثلاثة مرتبطة الاقتصاد مع السياسة وكذلك الجانب العسكري لكن فيما تفضل به سيد ويتس أعود مجددا إليك سيد علي حيدر بالسؤال كيف تتضرر إسرائيل إن اتجه لبنان شرقا موضوع إيران واضح لكن موضوع الصين وروسيا كيف هناك سياقان لهذا الموضوع هناك سياق عام وسياق خاص السياق العام يتعلق علينا أن نلتفت أو نستحضر حقيقة أن النفوذ الأمريكي في المنطقة سواء في لبنان أو على مستوى المنطقة هو جزء من قوة الردع الإسرائيلية وأمريكا فضلا عن أنها من ثوابتها الاستراتيجية أولوية لأمن القوم الإسرائيلي وبالتالي تترجم ذلك في سياساتها على مستوى لبنان أو على مستوى المنطقة أيضا هي بوابة لمخططات إسرائيلية في هذا السياق وبالتالي عندما تدخل روسية وتدخل الصين يعني ذلك على حساب النفوذ الأمريكي وبالتالي المس بأحد عناصر قوة الموقف الإسرائيلي والردع الإسرائيلي على مستوى المنطقة هذا السياق العام أما بالنسبة للسياق الخاص مهما كانت المصالح والعلاقات الروسية والصينية مع إسرائيل قائمة يبقى هناك مساحة محددة ومحدودة بأمور معينة ولكن عندما تكون روسية والصين في الساحة اللبنانية هي لن تكون بوابة كما كانت الولايات المتحدة لمخططات هدفها المصالح الإسرائيلية في لبنان وهدفها الأمن القوم الإسرائيلي في لبنان فبالتالي إلى جانب الأبعاد العسكرية والعمليتية هناك بعد استراتيجي عام هو بحد ذاته كاشف عن تراجع النفوذ الأمريكي الذي يمس بساب المصالح الإسرائيلية وأيضا لن تكون بوابة في هذا الصياق بل أكثر من ذلك حتى لو تحدثنا عن مصالح روسية إسرائيلية إلا أن هناك مصالح روسية مع محور المقاومة يمتد من لبنان يمر بسوريا إلى العراق إلى طهران وبالتالي المصالح المشتركة هي أوسع وهذا يضر بالسياس الإسرائيلية لا أنا قلت باتجاه إيران مفهوم لأنه موضوع محور المقاومة لكن عمليا تشبيك المصالح وبالتالي أيضا تعددية الأقطاب في مواجهة لهايمنة الأمريكية يمكن أن تكون لبنان نقطة لإبراس ذلك مهمة بالنسبة لروسيا والصين حدثت عن لبنان عندما يأتي روسيا والصين سيكون على حساب النفوذ الأمريكي وبالتالي روسيا والصين عندما يتواجدان في لبنان لن يكون بوابة لمخططات إسرائيلية عبر البوابة الروسية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان إلى جانب الأبعاد العسكرية والعملياتية التي تم الإشارة إليها لا هناك وضع استراتيجي عام هناك وضع يعني لنتخيل بسوريا بسوريا هناك وجود روسي إذا لاحظنا إسرائيل عندما عملت على شبك العلاقات مع روسية باعتباره الخيار الأقل ضررا بعدما انكفأت أمريكا واقترنا ذلك بين انتقادات إسرائيلية الولايات المتحدة نتيجة انكفائها عن التدخل العسكري المباشرة الواسعة في الساحة السورية وبالتالي كانت خيارات إسرائيل محدودة أريد أن أشير إلى مسألة بس نقطة صغيرة عندما نتحدث عن خيارات إسرائيلية يجب أن نلتفت إلى مسألة أن إسرائيل خياراتها محدودة وضيقة وبالتالي هي لا تستطيع أن تبقى مكتوفة الأيدي وجربت الكثير من الخيارات وفشلت وخيارات الحرب الكبرى مكلفة جدا لها وتتهيبها وبالتالي عندما تدرس بعض الخيارات والسيناريوهات هي من باب أن هذا هو المتاح وليس بالضرورة وليس بالضرورة أن تكون أرجحيتها بنظرها قابل للتحقق على مستوى المرتاحة سيد علي حيدر الخبيل في السؤون الإسرائيلية ضيفنا هنا في الستيديو جزيل الشكر لك من مدينة حيفا في أرضنا المحتلة عام 48 سيد عصام مخور رئيس معهد إيميل تومى للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية شكرا جزيلا لك سيد ريجرد ويتس الباحث في السؤون السياسية والاستراتيجية ضيفنا من واشنطن جزيل الشكر لك مجددا شكرا لضيوفنا ولمشاهدين المسائية انتهت دائما المزيد الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية والإنجليزية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة